موسيقى موسيقى طلاب الصف الأول المتوسط مرحبا بكم عبر فضائية العراق التربوية ودرس جديد من دروس اللغة العربية من منهجكم اليوم سيكون موضوعنا هو موضوع المعرب والمبني وهو من مواضيع الوحدة الثانية الدرس الثاني إذن المعرب والمبني عزيز الطالب المعرب والمبني عزيز الطالب انظر إلى هذه الجمل التي وردت في الحديث الشريف قال رسول الله ثانيا رأيت رسول الله ثالثا دخلت ذات يوم على رسول الله تجد أن لفظة رسول قد تغيرت حركة آخرها من جملة إلى جملة بسبب تغير موقعها من الإعراب عزيز الطالب جاءت رسول في النقطة الأولى مرفوعة وعلامة رفعها الضم لأنها جاءت فاعل وفي الجملة الثانية جاءت علامتها الفتحة وهي علامة النصب لأن رسول في الجملة الثانية مفعول به وجاءت في الجملة الثالثة علامتها الكسرة والكسرة علامة للجر لأن جاءت رسول اسم مجرور لأنها سبقت بحرف جر وهذا عزيز الطالب التغير في حركة آخر الكلمة يسمى إعرابا ماذا يسمى؟ إعرابا أي الكلمة التي تتغير حركة آخرها تكون معربة ويسمى إعرابا فالاسم الذي يتصب بذلك يسمى الاسم المعرب فالاسم المعرب عزيز الطالب هو كل اسم تتغير حركة آخره لتغير موقعه من الإعراب والاسماء المعربة كثيرة لا يمكن حصرها أما عزيز الطالب الآن انظر إلى الجمل الآتية تعلو هذه الفتاة بأخلاقها حفظت هذه القصيدة لجمال معانيها نعتني بهذه الأشجار حفاظا على البيئة تلاحظ عزيز الطالب أن أن لفظة هذه وهو اسم إشارة قد جاء في الجملة الأولى فاعلا وفي الثانية مفعولا به وفي الثالثة اسما مجرورا وعلى الرغم من تغير موقعه من الإعراب لم تتغير حركة آخره أي نلاحظ في الجمل الثلاث جاء في نهاية هذه الكسرة فقط وهذا النوع من الأسماء التي تبقى حركة آخرها ثابتتان مع تغير موقعها من الإعراب تسمى الأسماء المبنية وعند إعرابها في الجملة الأولى نقول اسم إشارة مبني على الكسر في محلي رفع فاعل إذن المبني يجب أن نقول في محلي لماذا؟ لأن تكون حركة آخره ثابتة ولذلك يأتي رفعا فنقول في محل رفع ويأتي نصبا ونقول مبني على الكسر في محل نصب ويأتي مجرور في محل جر وفي الثانية اسم إشارة مبني على الكسر في محل نصب كما قلنا محل نصب مفعول به وفي الثالثة اسم إشارة مبني على الكسر في محل جر إذن الإسم المعرب تتغير حركة آخره تتغير حركة آخره حركة آخره بتغير موقعه العرابي أما الأسماء المبنية فتبقى حركتها ثابتة لا تتغير ونقول في محل أيضا الأسماء المبنية تقسم على أولا هذا تقسم على أقسام أولها أسماء الإشارة وأشكالها هذا وهذه وهؤلاء وذلك وتلك وأولائك وهنا وهناك وهنالك وهذه عزيز الطالب يجب أن تحفظ لأنها مهمة في كل مراحلك القادمة إن شاء الله وتسمى أسماء الإشارة هذه تسمى أسماء الإشارة هذا وهذه وهؤلاء وذلك وتلك وأولائك وهنا وهناك وهنالك ومنها في الحديث الشريف وإفشاء سر أخيك خيانة فاشتنب فاشتنب ذلك فهنا ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محنص مفعول به لأنه مبني فلا تتغير حركة آخره وأيضا من الأسماء المبنية الأسماء الموصولة الأسماء الموصولة يجب أن تحفظ أيضا عزيز الطالب الذي يعد اسما والتي والذين واللات ومنها أيضا في الحديث الشريف مثل الذي هذا اسم موصول يكون مبني مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي أيضا اسم موصول يرمي بغير وتر إذن أسماء الإشارة والأسماء الموصولة القسم الثاني ها من الأسماء المبنية فإذا حفظناها عرفنا المعرب والمبني أما النوع الثالث من الأسماء المبنية وهو الضمائر أيضا الضمائر تكون أسماء مبنية أنا للمتكلم ضمير منفصل ونحن للجماعة المتكلمين ضمير منفصل وأنت للمخاطب وأنت للمخاطبة هذه الضمائر منفصلة هو للغائب وهي للغائبة وهم للغائبين وإيايا ضمير منفصل للنصب وإياك وإياه وإياها عزيز الطالب هذه يجب أن تحفظ وأيضا ورد منها في الحديث الشريف قوله أبي ذر يا رسول الله بأبي أنت وأمي بأبي أنت هذا أنت ضمير هذا اسم مبني يعني ضمير مبني وقوله وقوله صلى الله عليه وآله إياك والتسويف بعملك هذا إياك أيضا ضمير للتحذير هنا إياك أيضا ضمير وهذا من الأسماء المبنية إذن أصبح لدينا أسماء الإشارة والأسماء الموصولة والضمار رابعا بعض الأسماء التي تنتهي بويه كالأسماء سيبويه وخالويه ونفطويه والأسماء مثل سر مرأة وجاد المولى وجاد الحق طبعا هذه أسماء والإسم أقسام إن شاء الله في دروس قادمة إن شاء الله لاحظ أن علامات البناء تختلف من إسم إلى آخر بقي عزيزي الطالب أن تعرف أن الإسم المبني الذي تكون حركته حركة آخره واحدة تختلف هذه الحركة من إسم مبني إلى آخر كيف فبعض الأسماء تكون مبنية على الفتح مبنية على الفتح في محل رفع أو نصب أو جر كما في أنت أنت دائما تكون مبنية على الفتح في محل رفع والذين اسم موصول مبنية على الفتح دائما في محل وذلك أيضا نهايته الفتحة فيكون دائما مبنية على الفتح وبعضها يبنى على الضم كما في نحن دائما نحن الحركة آخرها الضم فنحن دائما يكون ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع دائما وبعضها يبنى على الكسر كما في أنتي وهذه وهؤلاء وسيبويه هذه دائما تكون مبنية على الكسر في محل أيضا عزيزي الطالب قال أيضا الأفعال تكون مبنية ومعربة فالأفعال دخل رأى اغتنم إلى آخره دل كل منها على حدث وقع في الزمن الماضي فهي تسمى الأفعال الماضية والفعل الماضي يكون أيضا مبني أما الأفعال ينتفع ينفع هذه أفعال معربة لأنها مضارعة فتدل على الحاضر والمستقبل وتبدأ بأحد أحرف أنيت لذا تسمى الأفعال والأفعال احفظ قل اترك هذه أفعال الأمر إذن ماضي مضارع أمر أن أفعال الماضية تكون مبنية والمضارعة تكون مبنية إذا اتصلت بها نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة ونون النسوة والأفعال الأمر تكون دائما مبنية إذن الخلاصة أن فعلي الماضي والأمر مبنيان وأما المضارع فهو معربه فهو معربه تقييم اللسان عزيز الطالب تكلم على أم تكلم عن تكلم على أم تكلم عن قل تكلم على الموضوع ولا تقل تكلم عن الموضوع أكد الشيء أم أكد عليه قل أكد الشيء ولا تقل أكد على الشيء نعم عزيز الطالب إلى هنا ينتهي درسنا لهذا أو ينتهي درسنا لهذا اليوم من موضوع المعرم والمبني لنا درس جديد إن شاء الله في شرح خلاصته وتمريناته تقبلوا منا أجمل التحايا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة